أعزائي المتابعين وكما تعرفوا يعني الوضعية الثانية اللي هي خاصة بالموضوع المقالي فهي وضعية اختيارية بمعنى أنكم تختارون الكتابة في أحد الموضوعين المقترحين إذن الموضوع الأول نصه تزامن التحولات الفكرية والاجتماعية التي شهدتها أوروبا خلال القرن التاسع عشر مع اليقظة الفكرية التي قادتها مجموعة من التيارات الفكرية بمشرق العربي إذن المطلوب هو كتابة موضوع مقالي تبرزون فيه ما يلي أولا مظاير تحولات الفكرية والاجتماعية بأوروبا خلال القرن التاسع عشر ثم عوامل اليقظة الفكرية بالمشرق العربي وأخيرا أفكار كل منتيار السلفي والعلماني إذن هنا طبعا الموضوع فيه مقارنة بين تحولات الفكرية والاجتماعية في أوروبا خلال القرن التاسع عشر وتزامنها مع بروز اليقظة الفكرية في المشرق العربي وأيضا وقوع أو حدوث تحولات فكرية أيضا في المنطقة العربية من خلال برز تيارين أساسيين وما التيار السلفي والتيار العلماني طبعا هنا الكتابة لابد أن تستوفي الشروط التحريرية اللي هي الجانب الشكلي يعني اللغة وأيضا الخط وكذلك احترام علامة الترقي والتمييز بين الفقرات وكذلك الجانب المضمون ولا الجانب المعرفي وكان قصده به طبعا التزام بما هو مطلوب في الموضوع المقالي دون الخروج عنه ثم الجانب المنهجي المتعلق بكتابة مقدمة طرح الإشكال ثم الإجابة عن الإشكال في العرض التحليل وأخيرا خاتمة مناسبة إذن بالنسبة للمقدمة طبعا ما يفيد هذه الصيغة إذن فتزامن التحولات الفكرية والجتمعية بأوروبا القرن التاسع عشر مع بروز أي انبثاق ليقضى الفكرية في المشرق العربي من بعد كان طرح الإشكال في الصيغة السفة هامية بتحويل مهمات إلى أسئلة بالنسبة لعرض تحليلي الفقرة الأولى لا بد من الإشارة إلى مجمل تحولات الفكرية التي وقعت في أوروبا خلال القرن التاسع عشر للميلاد من خلال بروز يعني تيارات الفكر الاشتراكي وهي الاشتراكية الفوضوية أو ما يسمى بالاشتراكية لاسلطوية مع جوزيف برودون وباكونين ثم الاشتراكية الطباوية أو المثالية مع سان سيمون وأخيرا الشراكية العلمية مع كارل ماركس وفريديريك إنجلز إذن هذا فيما يتعلق بتحولات الفكرية التي كانت موجهة طبعا ضد الفكر الليبرالي أو يعني كانت معارضة للنظام الرأسمالي على المستوى النظري والتطبيق ثم بالنسبة للتحولات الاجتماعية يعني لا بد أن نشير إلى ظاهرة النمو الديمغرافية وانفجار الديمغرافي التضخم الحضاري ثم تناقضات البنية الاجتماعية بحكم أن المجتمع الرأسمالي يعني فيه بنية اجتماعية هرامية وفيه تناقضات صارخة يعني بين طبقة تمتلك وسائل الإنتاج وهي البرجوازية وطبقة لا تمتلك سوى سواعيدها وهي البروليطارية الإشارة أيضا إلى ظاهرة تشغل الأطفال والنساء معاناة البروليطارية يتطبق العاملة ثم تشكل تنظيمات النقابية التي كانت تدافع عن العمال وتنادي بتحسين أوضاعهم إذن هنا لا بد من أنكم تربطوا بين الأفكار طبعا إذن هذه المعلومات الأساسية ولكن لا بد من الربط باستعمال أسلوب الشخصي بنسبة الفقرة الثانية المعلومات التي يجب أن نوظفها ترتبط بعوامل ليقضى الفكرية بالمشرق العربي هنا تصنيف مطلوب عوامل سياسية ثقافية واجتماعية المستوى السياسي نشير إلى ضعف السلطة العثمانية نهج سياسة التطريق وهي سياسة تتعصب للعنصر التركية على حساب باقي الأجناس والعرقيات المشكلة للدولة العثمانية هناك تصرب الأوروبي في المنطقة من خلال تنظيم حاملة نابوليون العسكرية على مصر هو آخر القرن الثامن عشر وبداية القرن الثاسع عشر ثم العوامل الثقافية يعني إرسال بيعثات طلابية إلى أوروبا خاصة مع محمد علي باشا في مصر محملة ورجوعها محملة بأفكار حداثية تقدمية إنشاء المدارس الحديثة ظهور الصحفة إدخال مطبع العصرية وازدهار حركة الترجمة إذن إنشاء الأندية الثقافية والجمعيات الأدبية وعلم السوء الاجتماعي ظهور طبقة وسطة وبرج وزين متوسطة ثم نمو الشعر القومي وتزايد نشاط البعثات المسيحية بالمنطقة بالنسبة للفقرات الثالثة والأخرة إذن هنا لابد أنه بريز يعني أفكار كل من التيار السلفي والعلماني بالنسبة للتيار السلفي طبعا مرجعيته دينية إسلامية طبعا من أهم الرواد الشيخ جمال الدين أفغاني ومحمد عبدو ونادوا بالعودة إلى مصادر العقيدة أي منابعها الصحيحة على نهج السلف الصالح أيضا الاتحاد بين المسلمين أي بين مكونات الأمة الإسلامية الفتاح على الغرب والأخذ بأسباب التقدم ثم محاربة الفورق الطبقية وكذلك الاستبداد العثماني وتعليم المرأة بالنسبة للتيار العلماني طبعا هو مرجعيته فلسفية غربية وضعية يعني يدعو إلى فصل الدين عن الدولة وإنشاء دولة مدنية وتنظيم السلطة على أسوس ديمقراطية كما هو الحال في الدول الأوروبية ونبد الفورق الاجتماعية وتعليم المرأة إذن كخاتم الموضوع إذن اتجهت أوروبا نحو الهيمنة عن العالم مع بروز الظاهرة الإمبريالية بما في ذلك يعني الرغبة في الهيمنة على منطقة المشرق العربي لذلك يمكن أن نطرح السؤال كامتداد إذن ما السياق تاريخي لفرض الهيمنة الإمبريالية على منطقة المشرق العربي نمر بعد ذلك إلى الموضوع الثاني ويخص تاريخ المغرب إذن نصل الموضوع خضع المغرب بمجيب معادة فاس سنة 1912 لنظام الحماية الذي واجه المغاربة بمقاومة متعددة الأشكال انتهت بحصولها على الاستقلال واستكمال وحدة الترابية إذن المطلب هو كتابة مقال تاريخي من مقدمة وعرض وخاتمة تبرزون فيه أولا السياق التاريخي لفرض نظام الحماية على المغرب ثانيا عوام تحول الحركة الوطنية بين 1944 إلى غاية 1956 ثالثا مراحل استكمال المغرب لوحدته الترابية إذن كمقدمة للموضوع إذن فرض نظام الحماية وهو شكل من أشكال الاستعمار على المغرب سنة 1912 ليواجه المغاربة بأساليب متنوعة من المقاومة فيها المقاومة المسلحة القابلية والمقاومة السياسية ثم بعد ذلك المزاوجة بين الكفاح المسلح والنضال السياسي انتهت بحصولي على الاستقلال والشروع في استكمال الوحدة الترابية بعد ذلك طرح الإشكال في الصغاء السفهامية إذن ضمن العرض التحليلي إذن في الفقرة الأولى السياق التاريخي لفرض نظام الحماية على المغرب يتوجب علينا أننا نشير إلى الظروف الداخلية والظروف الخارجية إذن عن مستوى الداخلي تأزم أوضاع المغرب بسبب عدم الاستقرار من خلال التمردات والأزمات تدهور أيضا الوضع الاقتصادي اللجوء إلى الاقتراض من الخارج وعدم استقرار السلطة المركزية بعض السلطة المولى عبد العزيز ومباععة أخيه المولى عبد الحافظ بالنسبة للظروف الخارجية طبعا تزايد الضغط والتنافس الإمبريال على المغرب من طرف فرنسا وإيطاليا وكذلك ألمانيا وإسبانيا وبريطانيا وانفراد فرنسا بالمغرب بعد تسوية خلافتها الإمبريالية من خلال مجموعة الاتفاقية الثنائية كالاتفاق الودي الفرنسي الإنجليزي التفاق أيضا الفرنسي الإيطالي ثم الاتفاق الفرنسي الإسباني سقوط المغرب أيضا في فخ المديونية الخارجية ورهن موارد الدولة للأبناء الأوروبية مقابل فوائد عالية بالنسبة للفقرة الثانية إذن ما هي عوامل تحول الحركة الوطنية المغربية ما بين 1944 إلى غاية 1956 يعني إلى غاية حصول المغرب على الاستقلال إذن طبعا 1944 هي كتتعتبر سنة مرجعية لما لأنه في هذا التاريخ تحديدا في 11 يناير 1944 يعني رفعت الحركة الوطنية وثيقة المطالبة بالاستقلال وبالتالي انتقلت المطالبة الإصلاحات إلى المطالبة بالاستقلال بشكل صريح وتحكمت في هذه التحول يعني مجموعة من العوامل منها صدر المطاق الأطلانتي 1941 الذي نادى بحق الشعوب في تقرير المصير أيضا عاقد لقاء أنفا سنة 1943 الذي حضره السلطان محمد بن يوسف والأمير مولاي الحسن أنذاك ثم أيضا الرئيس الأمريكي فرانكلين روسفلت ورئيس الوزراء البريطاني وينستون تشيرشيل أيضا الاحتلال الألماني لأراضي فرنسا خلال الحرب العالمية الثانية ومساهمة المغرب إلى جانب الحلفاء في الحرب العالمية الثانية وطبعا في لقاء أنفا الرئيس الأمريكي عبر عن تعاطفه مع القضية المغربية وأنه سيدعم استقلال المغرب بعد أن يتم النصر للحلفاء في الحرب بالنسبة لأحداث التي عجلت بحصول مغرب على الاستقلال نشير إلى خطاب طنجة تاريخي سنة 1947 أيضا تنفيذ سلطات الحماية مؤامرتنا في السلطان محمد بن يوسف وأسرتي خارج البلاد وهو ما أدى إلى اندلاع ثورة الملك والشعب في عشرين غشة 1953 وبالتالي يعني العودة لعمل مصلح كذلك انطلاق العملية الفدائية وتأسيس جيش التحرير يتم بعد ذلك التعجيل بانطلاق المفاوضات وإعلان استقلال المغرب في الثاني من مارس 1956 الفقرة الأخيرة إذن ما هي مراحل استكمال المغرب لوحدتي الترابية إذن المعلومة الأساسية التي يجب أن نشير إليها هي استقلال المنطقة الخليفية يعني في أبريل من سنة 1956 طبعا بعد استقلال المنطقة السلطانية في الجروج مارس 1956 ثم استرجاع مطقة طنجة يعني وضع حد للنظام الدولي بطنجة في أكتوبر من نفس السنة ثم استرجاع طرفاية في 1958 وCDFني سنة 1967 ثم بعد ذلك استرجاع إقليم الساقية الحمراء سنة 1975 بعد تنظيم المسيرة الخضراء المظفرة وبعد ذلك استرجاع إقليم وادي الذهاب سنة 1979 إذن كخاتم الموضوع استطاع المغرب بعد نضال طويل وكفاح مرير الحصول على الاستقلال واستكمال وحدة الترابية لتبدأ بعد ذلك مرحلة وضع أسوس الدولة العصرية لذلك نطرح هذا السؤال كامتداد إذن ما هي أسوس الدولة الحديثة بالمغرب؟ إذن ختاما أعزائي أشكركم على حسنية تتبعكم وانتباهكم أتمنى أن تكون هذه الحصة حصة مفيدة وماتعة في الآن نفسه ونوفق في تبليغ مضامن وعنصر الأساسية طبعا إذا كانت لديكم دائما أي سئلة والاستفسارات يمكن لكم أن تتركها في التعليقات حتى تطلع عليها وأجيب عنها في حني بحول الله ألقاكم في حصة قادمة بمشاية الرحمن ومع موضوع آخر فإلى ذلكم الحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته